السدود الكبيرة ليست بهذه السمعة الطيبة بعد اليوم لطالما ترافق بناء السدود الكبيرة بحملات إعلانية ودعم حكوميا وتفاؤل كبير بنتائجه ومنافعه فهل تستطيع السدود فعلا أن تتحمل هذا العبء الملقى عليها؟ أم أن طاقتها أقل من الآمال المعلقة عليها؟ لنبدأ بالأرقام فإن ثلاثين سدا كبيرا ومائة وخمسة وثلاثين سدا متوسطا وثلاثة آلاف سدا صغير سيخفون ملامح نهر نارماندا أطول نهر في الهند ليجعلوا منه ما يشبه سلسلة من البحيرات تحت مسمى مشروع تنظيم وادي نارماندا ينبع نهر نارماندا من مرتفعة مايكال ألف وسبع وخمسين مترا فوق سطح البحر ليجري بطول 1312 كيلو مترا قبل أن يصب في بحر العرب يعبر النهر أثناء جريانه ثلاثة مقاطعات هندية وهي مادهيا باراديش حيث تحتوي على 90% منه تقريبا ليكون الباقي ضمن مقاطعة جوجرات أما مقاطعة مهاراشترا فتضم جدا صغيرا منه فقط أما السدود الكبيرة المراد إنشاؤها فتقع جميعها في مقاطعة مادهيا باراديش إلا سدي سارادار ساريفار في مقاطعة جوجرات ولكن بحيرته ستمتد لتغمر أراضي مادهاي باراديش ورد ذكر نهري نارماندا كواحد من أنهار السبعة الأكثر قدسية في النصوص الهندية القديمة وكان حوض النهر دوما موطنا لسلسلة غير متناهية من الحضارات المتعاقبة منذ عصور ما قبل التاريخ كما أنه يدعم في كثير من المناطق على ضفتيه معابدا ومظاهر الفلكلور والتقاليد الهندية ويضم حوضه مختلف الثقافات المعيشية من النظام القبلي المتنقل إلى الريفي المستقر طرحت فكرة السدود لأول مرة في ظل الاحتلال البريطاني للهند عام 1901 لكنها رفضت حيث تم اعتبار تربة موقع السد المقترح الطينية السوداء غير مناسبة للرأي من وجهة نظر استثمارية أعيد طرح هذه الفكرة بعد الاستقلال حيث اعتبرت السدود رمز الهند المعاصرة وتم تشبيهها بالمعابد للتأكيد على أهميتها ولكسب تأييد الناس للفكرة وطرحت خطة تنمية تشمل تنظيم مواد نهل نارماندا لكن هذا المشروع الضخم واجه مشاكل متعددة منذ عام 1965 حول توزيع حصص المياه المخزنة وكلف إنشاء المشاريع بين المقاطعات الثلاثة بالإضافة إلى المساحات المغمورة والاحتياجات المائية غير المتكافئة بين هذه المقاطعات تم إنشاء محكمة في عهد السيدة أنديرا غاندي عام 1969 لحل خلافات نهل نارماندا NWDT المتشكلة بين المقاطعات بسبب سد ساردار ساريفار حول ارتفاع السد والمساحة التي سيغمرها وتوزيعها بين المقاطعات وتوزيع حصص المياه وبعد حوالي عشر سنوات من الخلاف 1979 أدلت المحكمة بقرار منصف تضمن بناء السد بارتفاع 137 متر تقريبا وإعطائي 11.101 مليار متر مقعب للمقاطع الأقل تضرورا بالغمر ولم تكتمل الملامح النهائية لخطة التنظيم إلا في أوائل الثمانينات يعد سد ساردار ساريفار الأطخم من ضمن السلود الثلاثين الكبيرة في خطة التنظيم وهو سد متعدد المهام يبلغ الارتفاع التصميمي له 137 مترا ومن المخطط أن يروي أكثر من 1.8 مليون هكتار ويحمل أراضي المعارضة للجفاف في المقاطعات القريبة ويولد 1400 ميجاوات ساعي من الكهرباء إلا أن الجهات المعارضة لتنفيذ السد تقول بأن هذه المنافع مبالغة في تقديرها بشكل كبير من قبل الحكومة كما أن المشروع يؤدي إلى تهجير أكثر من 320 ألف نسمة بالإضافة إلى التأثير على سبول الحياة لآلاف الناس الآخرين وبالنتيجة من المتوقع أن يصل عدد الناس المتأثرين ببناء هذا السد إلى المليون نسمة بعد العديد من الاحتجاجات والاعتصامات من قبل السكان بحثت السلطة الوطنية للتنوع البيئي في الهند في موضوع السد وأقرت بالضرر البيئي والإنساني الكبير الحاصل وتم الضغط على البنك الدولي الممويل للمشروع ب450 مليون دولار تم الضغط عليه ولأول مرة في تاريخه لإنشاء لجنة مستقلة تقيم وضع السد وانتهى الآمر بصحب تمويله لهذا المشروع وبعد رفع عريضتين إلى السلطة للنظر في مخاطر السد قضت المحكمة بارتفاع للسد هو 80.3 مترا في عام 1995 لكنها عادت ترفعه إلى 88 مترا في عام 1999 الأمر الذي يمكن أن يسبب غمرا لأراضي وبيوت 2000 عائلة في 50 قرية وفي العام 2000 استلمت المحكمة حكما بالأغلبية يقضي بالسماح برفع فوري للسد حتى 90 مترا ثم تدريجي بمقدر 5 متر كل مرة حتى الوصول إلى الارتفاع التصميمي وتحدد الفترات الزمنية بين مراحل رفع السد حسب البرنامج للسلطة المسؤولة عن إعادة التوطين للناس المتضررين في حوض النهر وبنظر إلى مشروع تنظيم نهر نارماندا فإنه وخلال قرابة 50 سنة من التخطيط والدراسة والتنفيذ حيث أن السبور الأولية بدأ إجراؤها في خمسينيات القرن الماضي فإن النتيجة لم تتجاوز 90 ميجاوات من الطاقة الكهربائية لكنها قابلة للزيادة كون السدود لم تكتمل بعد وري 246 ألف هكتار تقريبا من الأراضي 706 ألف هكتار كان من المفروض ريها حيث أن المشاريع الرين المشابهة مكتملة على خلاف مشاريع توليد الطاقة ولذلك نرى وبما يتوافق مع توصيات وآراء اللجنة الدولية للسدود بأنه من الممكن في حالات السدود الكبيرة أو ما يسمى ميجا دامز إيجاد مشاريع بديلة أصغر تعطي الفوائد المرجوة خلال فترات استثمارية أقصر وأضرار بيئية وكلف اقتصادية أقل وكثير من المشاريع لهم العقاة ترجمة نانسي قنقر